في خطوة هامة نحو تسهيل الولوج للخدمات العمومية في المناطق النائية تشن وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد سيد أحمد المحمد رفقة الوالي المساعد للحوض الشرقي السيد محفوح الدمين أبوه مشروع منشآت تجمع بقل بمقاطعة عد البقرو وزير الإسكان والعمران أكد في كلمته على أهمية هذا المشروع لما يوفره من تسهيل لحياة ساكنة المنطقة حد كامل عنده راغبة لأنه يسكن والله يستثمر ليجلوا السلطات ودارتمكنهم من التراب اللي قد يعدل فيها ذاك وسكنوا ذاك الاستثمار اللي معدل فيه خالق الوالي يالله تأكدوا منها عنه ما يقدوا في كل الخمسة الواجيش عندهم عدلين قرية في بلايدة يعدل لهم كيفت هذا ما يقدر صحفته لأن هذا يكلف ياسر من الفاضل وياسر من الجهد يا غير ما هو خسارة فيكم غير يالله تستفادوا منه كاملي ما يعود انه الليل مدى واحدة والله جماعة واحدة ما هو هو اللي فترنا فيه هون وفتروا فيه الناس اللي كانوا يشتغلون اياهوا عدلوا ياكي غيروا حياتكم بشكل أحسن هون نختار نوجه تحية للهندسة العسكرية للمجهود الرائع اللي قاموا به على أنهم تتزموا بالآجات التعاقدية وعلى أنهم عدلوا الشغلة مضبوطة نختار نبشركم على أنه لا يعود الله هذا وفا ندروا نحاولوا نواكبوا الناس اللي اللي تسكنهم بأمورها خراياكة قد تحسن من حياتها ويأتي هذا المشروع كخطوة استراتيجية ضمن مساعي الوزارة إلى محاربة التقر العشوائي وتحسين جودة الحياة لدى المواطنين في التاسع من دجمبر 2022 انطلقت الاشغال هنا لبناء مجمع انسلام متكامل يتألف من مسجد المحورة وسكن الإمام ومدرسة ابتدائية من ثماني فصول بقدرة استيعابية تقدر بخمسمائة تلميذ ونقطة صحية وخمس مساكن موظفة الدولة والسوقين أحدا واي الماشية ومنبنى إداريا متعدل استخدام إضافة المنشآت المائية التي تتألف من شبكة مياه بطول 5400 متر وخمس حنفيات عمومية وخزان بساة 100 متر وكعب كما أشاد المواطنون خلال المناسبة بأهمية هذه المنشآت وما تعكسه من اهتمام للدولة بساكنة تلك المناطق شاكرين الرئيس على ذلك المنشآت التي عددت لنا كنا فاصلين فيهم كنا شمنه البدو وهو الحمد لله وتجدوا عندنا المنشآت مكتملة فيها الحمد لله الصحة هي الأساسية وكذلك التعليم وكذلك بدنانا مسجد جامع الحمد لله مكتمل البنية فيه محضرة وفيه سكن الإمام وهذا كامل لو لا أن اهتمام الدولة بنا ذا مات عدلو وقد تفقد الوزير رفقة الوفد المرافق منشآت التجمع التي ستشكل نقلة نوعية في حياة الساكنة عدنان اسماعيل لقناة الموريتانية مقاطعة عد البكر